اسمحوا لنا مشاهدينا أن نرحب في استوديوهات التلفزيون الأردني بالكاتب والروائي الأردني الأستاذ مفلح العدوان أهلا وسهلا فيك أستاذ مفلح أهلا فيك وكل التقدير لك وفريق البرنامج اللي بعتز فيه صراحة أهلا وسهلا فيك وهو متاذع ومطروق من قبل الجنية وأنت رمز أردني أيضا نعتز بك أستاذ مفلح الآن نتحدث عن الهوية العربية يعني الجميع يعلم أن هناك هوية وطنية لكل دولة لكن في المجمل العام هناك هوية عربية نتحدث عن الشباب العربي هذا المفهوم الآن عائم يعني يتحدث الجميع بمفهوم الهوية لكن عندما تسأل شاب عربي ماذا تعرف عن الهوية أو عرف لي الهوية الوطنية أو الهوية العربية ليس هناك تعريف دقيق أو واضح عند الشباب العربي ما هو مفهوم الهوية العربية ومن الذي يحدد هوية أي دولة حقيقة هذا موضوع مهم وصراحة في ظل الإغراق في التغريب الذي أصبحنا فيه الآن نعم نحن جيل تربى على بلاد الحرب الأوطاني صحيح تربى على الحرف العربي تربى على معرفة التاريخ بزخم بأحداثه وبطولاته من المحيط إلى الخليج على آمال هذه العربة يعني الموجود في الأردن يحس في الموجود في الجزائر يحس في الخليج العربي في مصر يعني كل هذا الترامض هذه الكينونة هذا التاريخ هذه اللغة كلها نسيج حقيقي لتكوين الهوية العربية والهويات الوطنية هي جزء من هذه الهوية العربية الجامعة للجميع ولهذا أنا باعتقادي أنه عندما كنا ببداياتنا الأولى نلثغ بالتاريخ العربي ضطولات التاريخ العربي كيف أنه هؤلاء العرب الذين استطاعوا أن ينسجوا هذه الحضارة وأيضا أن يمتدوا إلى حضارات أخرى وإلى جغرافيات أخرى ويكون هذا الانفتاح ولكن الواعي أنت تتحدث عن انفتاح وليس انغلاق ولكن الخوف على الهوية الهوية وعلى التاريخ لا يجد الخوف عليه لكن الخوف على هؤلاء الشباب الذين لا يعوا هذا التاريخ لم يقرأوا لا تاريخ بلادهم ولا تاريخ الدول العربية بأجمع هذه الذاكرة المشتركة الذاكرة الجمعية التي تجمعنا بالآمال بالتاريخ حتى بالآلام نحن نتداعى دميعا كأننا جسد واحد كنا وما زلنا التاريخ العربي ولهذا أنا باعتقادي أنه فعلا هناك حمل كبير هناك دور كبير علينا أن نقدمه للشباب خاصة وأنه هناك منابر كثيرة منفتح له طيب أتوقف هنا أنت قلت فيما يتعلق بالعقل الجمعي عند الشباب العربي بشكل عام هذا العقل الجمعي الآن أصبح هناك كما قلت نحن نتخوف نتخوف من ماذا على العقل الجمعي للشباب الانفتاح غير المضبوط وغير المرسود وغير الواعي يجعل الشباب في متاهة ماذا يختاره أي لغة يتحدثون بها أي تاريخ يقرؤون لأنه عندما تنفتح البوابة يصبح الغث السميم يتداخل مع بعضه البعض ولهذا هناك شباب واعي حتى لا نتحدث فقط عن الجانب السلبي هناك جوانب جميع هناك شباب يستثمرون هذه الأدوات التي تلاح لهم من سوشال ميديا من انترنت من انفتاح من سفر كل هذه لمعرفة الأفاق الجديدة لتعزيز لغتهم لتعزيز تاريخهم لإنشاء محتوى إيجابي وثري حول هذا التاريخ المستوى حول الهوية العربية المستوى حول اللغة العربية هناك خوف على اللغة أيضا نتحدث فيه ولهذا باعتقادي أنه الأمر سهل ممتنع يعني مثل ما هناك أدوات للعالم أيضا لنا أدواتنا وقد تكون ذات الأدوات ولكن علينا أن نستثمرها أكثر في أن نكون قريبين من هؤلاء الشباب نقدم لهم هذا التاريخ نسق الهوية بحيث أن تكون فيها تمسك ومعرفة بالذات وأيضا فيها وعي بالآخر لأن هذا التمازج هو الذي يخلق الحضارة والحضارة العربية حضارة متجددة الهوية العربية ليست جامدة الهوية العربية تتواءم مع كل العصور مع كل الأزمنة وتستطيع أن تقدم ولهذا عندما نشطت حركة الترجمة استطعنا أن نفيد منها ونستفيد طبعا حتى تساعد في نشر الهوية أو مفهوم الهوية الوطنية الآن أريد منك أن نصلت الضوء على بعض من المخاطر التي تهدد هذه الهوية وهي أولا فقدان النموذج يعني لنكون واقعيين الأسرة العربية الآن أصبحت الآن تتجه نحو التعليم الغربي المناهج التي تركز على اللغات الغربي وهذا شيء إيجابي لكن نخاف على هذا الجيل أن يتوه ما بين هوس التحضر وما بين أن أتمسك بهويتي والشباب العربي الآن ضائع هو يريد أن والحضارة شيء أهم جدا والانفتاح للحضارات هام جدا لكن كيف توازن مؤسسات التنشئة الاجتماعية ما بين هذين المعيارين أتحدث عن التحضر وما بين المحافظة على الهوية العربية من عداد تقاليد لغة دين وما إلى ذلك حقيقة هنا ندخل فيه باب له يواء ما بين الخصوصية خصوصية المجتمعات العربية والخصوصية الجامعة أيضا للمجتمع العربي وبين الانفتاح وبين أخذ ما هو مفيد من الآن الخارجي وفي هذا السياق هذا النسيج الأسرة لها دور حقيقي مؤسسات تعلمية لها دور حقيقي التشجيعات والأنظمة والقوانين له دور أساسي أيضا فيها فعندما أنا أذهب إلى شوارع عمان أو القاهرة وأجد أن الكلمات التي تكتب بحروف عربية ولكنها كلمات أجنبية هذا يؤثر أيضا على الجيل أنا أتحدث أن المقهى أصبحت أهوى وهذه هناك دور على مجامع اللغة العربية لأن تركز على تفعيل هذه التشجيعات هذه الأنظمة أيضا الأسرة يعني كلنا نعتربينا في أسر تحب أن يكون بنائها في المقدمة أن يعرفوا الآخر أن يتعلموا ولكن كان هناك اللغة العربية أساسية في البيت الحديث فيها في المدرسة هناك منهج للغات الأجنبية كإنجليزية أو فرنسية أو غيرها ولكن هناك فصل ما بين الجهتين والجيل الذي مضى والذي حافظ على اللغة العربية كان أيضا يجيد اللغات الأخرى ومتقدم فيها وحقق جوائز عالمية وعضور عالمي فيها أكبر العلماء وأكثرهم إجادة للغة العربية كان يجيد أيضا اللغات الأخرى لأنه أفاد منها وأفادها حقيقتا نموذجنا العربي نموذجنا كلها علينا أن نستثمر أيضا الأدوات الإعلامية في تقديمها علينا المنابر الآن في رصة عظيمة وجود السوشال ميديا وجود الإنترنت وجود كل هذه في أن يكون هناك محتوى متقدم ومدروس لهذا التاريخ للأحداث للشخصيات للتقلبات التي حدثت للدروس التي مستفادة من هذا الإرث وهذا التاريخ نعم أستاذ مفلح وأنت روائي وكاتب ونحن نعلم كم التقافة تلعب دور في تجدير مفهوم الهوية الوطنية أو الهوية العربية كم ساهمت أيضا أو ساهم الكتاب والشعراء وحتى من يكتبون الشعر المغنى والأدباء أيضا في قصصهم ورواياتهم كم حركوا الوجدان العربي كم تستطيعون أن تحركوا تلك المشاعر العربية في تحريك وتجدير مفهوم الهوية الوطنية كيف تخاطبون العقل والعاطفة العربية حتى نعيد مفهوم الهوية الوطنية أو الهوية العربية لتحتل المرتكز الأول في العقل والوجدان للشباب العربية أنا أتحدث دائما أن دور المثقف يجب أن لا يكون محايد نعم صحيح في مثل هذه القضايا العربية والقضايا الوطنية وطرح في كتاباته وفي إبداعاته كان في الشعر ولا في الرواية كان في كتابة التاريخ كلها يجب أن لا يكون محايدا عليه أن يأخذ الموقف الحاد أنت مع أم لاست مع عليك أن تحشد هذه الذخيرة اللغوية هذه الذخيرة من التاريخ في ترجمته إلى أدب وإلى كتابة وإلى شعر وأيضا إلى دراما تلفزيونية وسينما كل هذه أدوات متراكمة ومتشابكة يتابع الجيل الجديد إن وجدت شكل مناسب أيضا أنت عليك أن توائم العصر الآن في أن تقدم هذه الهوية وهذا التاريخ بشكل جاذب وقريب من هذا الجيل الآن الجيل شأننا نعبينا هو جيل الصوع جيل المشهدية فعلينا أن نتعامل باللغة التي يعرفها ولكن بلغة عربية فصحة أن يكون المحتوى فيجان فيه حول الحضارة العربية والتاريخ العربي في محتوى آخر هناك كثير من الأزامات التي حصلت في عالمنا العربي نتيجة السوء الفهم نتيجة عدم تقديم جرعات لها علاقة بتقليل من العلف تقبل الثقافات الأخرى الموجودة في سياق الاجتماع العربي نتحدث عن هذه كلها تتوائم فيها كميع المؤسسات والأفراد لكي نخطو خطوة إلى الأمام ولدينا أيضا شباب شباب ممكان أن يستثمروا هذه التطبيقات وهذه الأدوات حتى يكونوا استمرارية بهذا الجيل الذي تربع الهوية العربية والحضارة العربية وعلى اللغة العربية أستاذ مفلح العدوان نركز ونقول ولا أحد يستطيع أن ينكر دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية في إعادة أهمية مفهوم الهوية الوطنية والهوية العربية عندها أجيال شبابنا العربي وشبابنا العربي هو شباب واعي وهناك أشياء مشتركة كثيرة بين شباب العربي في مختلف مناطق الدول العربية نعود ونقول تجمعنا لغة الضاد ويجمعنا الدين وتجمعنا العادات والتقاليد يجمعنا الهم ويجمعنا الفرح كثير من الأمور تجمعنا بيت للكل هو نموذج عندما تجتمع أربع دول عربية نجتمع كإعلاميين ونتحدث نشعر بأهمية فعلا أن نجدر مفهوم الهوية الوطنية والهوية العربية أشكر وجودك معنا للأستاذ الروائي والكاتب الأردني مفلح العدوان فاصل مشاهدين ونستكمل ما تبقى أيضا من برنامج بيت للكل ترجمة نانسي قنقر